السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عربية جميلة للبيع في الاسكندرية بسعر مميز جدا العربية دي فابريكا بالكامل بتعطيك المضعف القيادة وسريعة وممتازة ده بتحتاج مصروف نهائي الحالة ممتازة بشكل مميز جلو مميز جلو جميل او في العربية فابريكا الكامل مش رشة ايه اجزاء خالص زي ما احنا شاكين بوليكا فوق الممتازة الشكل الامام للسيارة ممتاز فوق الممتاز فجال نور زنن ممتاز يعطيك رؤية ممتازة على الطريق مريات كهرباء شبكة نيكا انوار زنن فنو الشابورة وشكل الخلفي للسيارة بشكل ممتاز جدا مزود بكاميرا خلفية وحساسة خلفي ممتاز للقيادة الناس اللي ما بتعرفش عبادة العربية كوي ده ممتاز جدا وممتاز للسيدات جمان مزود في جزء نيكا بشكل مميز جدا للسيارة وبشكل جميل او جمان من قزء الدخالي من السيارة مزود بشاشة تعمل باللمس والشاشة دي لها مميزات جليلة او اول حاجة فيها نافيجيشن او جي بي اس او خرائط يقول لك على الطريق وبلدوس وسماعات سولي والشاشة واضحة وببيرة جدا ومتازها شكل مميز جدا للسيارة وسهلة الاستخدام شاشة تاتش اندرويد شكلها مميز جدا من المعطية تميز جدا وسهلة الاستخدام ومعطية سوء نقي جدا من الشكل العربية من الخارج مميز جدا العربية دي موديلة 2011 فابريكا بيكانت مخصصنا للبيع في الاسكندرية بجد جد العربية دي فرصة لا فيش الموديلة دا بالحالة دي المطور بحال تسيرو وكمان هننتقل السيارة من الداخل فيها فرش امريكي جلد ما فيش خارجوش لحالة فوق المنتازة يعطيك فخامة وتميز بشكل متميز جدا معمولة بالبونت الخيط الامريكي بتدي الاحمر دوت بيدي شكل مميز جدا للفرش الجلد فرش جلد مصنوع من افضل الخماد العالمية فرش امريكي اصلي فرش امريكي فرش امريكي فرش امريكي اربعة ازاز كهربا منول سماعات سوني تسجيل اصلي بلوتوث وكاميرا خلفية اه اربعة ازاز كهربا اتنين رموت انزار سنتر لوك مفيد اوي للاطفال السيارة للبيع في الاسكندرية رخصة سنة اه البيع بتوكيل الشكل مميز جدا السعر مية وعشرين الف جنيه قابل للنقاش السعر فرصة اوي اللي هو المميز العربية لا تحتاج مسروف نهائي وكامل جميع الكامليات مانوال مريات كهربا تسجيل تاتش سماعات سوني اصلي اه جميع الكامليات السيارة مانوال لا تحتاج مسروف نهائي بحالة فوق الممتازة السيارة ممتازة جدا ولا تحتاج مسروف نهائي وتعطيك المتعف القيادة بحالة الزيرو المطور بحالة الزيرو بغية الفابريكة وشكرا لحزن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر